هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأثنين أكثر من مليون ومائة وسبعة وسبعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة واثنين وأربعين ألف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من أربعمائة وخمسة وخمسين ألف شخص